ديننا دين الإسلام دين الإسلام والسلام يعني الأمن والأمان السلام ما معنى السلام السلام معناه الأمان فلذلك سميت الجنة دار السلام يعني دار الأمان سميت الجنة دار السلام حتى القرآن قال ادخلوها بسلام آمنين فهو من أسماء الجنة دار السلام يعني دار الأمان كذلك أيضا من الشرعة في شريعتنا الغراء حينما تلقى مسلما حينما تلقى إنسانا أنت تستبدأه بالسلام كأنك تطمئنه كأنك تطمئنه فلما تسلم عليه فأنت عند ذلك تعطيه حالة من الأمن تعطيه حالة من الاستقرار فهذه نعمة نعمة عظيمة نعمة الأمن والأمان وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشادنا فقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده معناه يؤمنهم على أمورهم والنبي أمرنا أيضا قال أفش السلام بينكم وقلنا الجنة سميت دار السلام يعني دار الأمان كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لو نظرنا لما دخل مكة ماذا عمل عليه الصلاة والسلام مع أنهم هم الذين ظلموه وهم الذين حاربوه وفعلوا به ما فعلوا فالنبي عليه الصلاة والسلام قالهم اذهبوا فأنتم الطلقاء ثم قال أمنهم على نفسهم فقال لهم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل البيت فهو آمن ومن دخل داره فهو آمن أمنهم صلى الله عليه وسلم وهم الذين قاتلوه وحاربوه وطردوا ربنا السلام عليكم